شروط جديدة سيخضع إليها نظام السيرات خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها من خلال مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بإعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية هو ما أعلن عليه وزير الصناعة داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى استغلال مزايا الإجراءات الجديدة إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها عوض السابق كنا نتكلم على المدة الزمنية وإنما اليوم نتكلم على المردودية الاقتصادية حيث يتم تقييم القدرات الإنتاجية الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدل من معيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمول به أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر بحيث لا يجب أن يتعدى العشر سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها الناشطون في مجال المناولة ثمنوا بدورهم تفعيل النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم من مستحيل منتج يعني واحد من شركة منتجة جزارية لما تستورد المواد الأولية تفعلها الجمرك من الطبيعة لا تكون منافسة في هذا الإجراء الجديد من النجاة يعتبر تحفيز وتفاهم للوضعيات الشركة الجزارية منتجة نظامين يندرجان ضمن السياسة المنتهجة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها لتحسين تنافسيتها